ندخل فيه بعد كده الفي تي بي بروننج ايه بقى احور الفي تي بي بروننج ده احور الفي تي بي بروننج هنفترض تاني لانا عندي 2 سويتش بدوعي سويتش 1 سويتش 2 سويتش 2 ثام 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 سويتش 1 ثام لي behave ثام 3 لا لكن مش علي اكذا انهائي تابع VLAN 1 وافترض سيه مثلا علي اكذا كمان تابع VLAN 1 رغم من السيكورتي قولنا قبل كده بالاش تخلي اي انترفيس تابع VLAN 1 وفي نفس الوقت اقعد شنها من الالاودلت لان VLAN 1 اللي بيتنقل عليها الكنترول BLAN فيهميني VLAN 1 وافترض ان سويتش 2 علي اكذا تابع VLAN 10 أسفع VLAN 1 و علي اكذا تابع VLAN 20 خلي بقى اكهاز كمبيوتر تابع VLAN 1 يبعد بروكست البروكست يمشي فين؟ في الـ Up-Link ده؟ وهو الـ Up-Link ده Trunk و Trunk معناه بي لونجس تقول فيلان يوصل البروكست في الـ Switch 2 Switch 2 يعمله إيه؟ يبعطه للأكاس اللي تابع فيلان 1 تمام؟ طب خليك هذي تابع فيلان 10 يبع الـ Broadcast الـ Broadcast هيمشي في الـ Up-Link أول ما يوصل الـ Switch 2 Switch 2 هيعمله إيه؟ درب ليه؟ مش عاليه ولا كاس 7 فيلان 10 لكن برضو يهميني انت تكرت علي فيلان 10 ولسه قبل الـ Break على طول تكون Synchronized على مستوى الشبكة بتاعتي بالكامل عشان لو فيه اي Switch في النص في Transit Pass قلنا لو فيه فيلان معانه مش عليه معنى كده ان الترافيك بتاع الـ Data Blank بتاعتها هيبقى ايه؟ هيبقى بلاكول بالنسبة للـ VLAN تمام؟ فيهميني ان الـ VLANات تكون واحدة على 2 Switches خليك هذي هنا بقى تابع بلان 20 يبع البروكست البروكست هيعدي في الـ Up-Link ده بس Switch 1 هيعمله Drop معنى كده ان الـ Up-Link ده هيستحمل عدد كبير من البروكست ولا لا؟ حلناها بل كده عن طريق ايه؟ القلاود List قلت لكم في القلاود List ان انت بنفسك ويتيجي على الـ Switch ذات نفسه تشوف اصلا جارك محتاج منك ايه؟ وتبدأ تسمح لأنهي بروكست تطلع من الـ Interfaces اللي عندك بـ Be very careful بقى التاني انت من حقك تحدد البروكست بتاع انهي VLANات يطلع منك لكن مش من حقك ان انت تحدد البروكست اللي انت هتستلمه من جارك مين هو؟ تمام؟ Load Load علي ان انا عطب ده جاي من كذا وده جاي من كذا صح؟ اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي انه هو جفت امر هنكتبه اسمه VTB Bruning هكتبه على اي Switch Server على اي Switch A Server مجرد ما انا افعل برتكول VTB وأشغل عليه VTB Bruning 2 Switches هيبدأ انه هم يعمله negotiation مع بعض يتفاوضوا مع بعض بمعنى ان Switch 2 هيبدأ اصلا يسأل Switch 1 بقولك اي Switch 1 هو انت عايز مني البروكست بتاع اي فايقول له مثلا انا عايز منك البروكست بتاع VLAN 1 حاضر خدي اهول بروكست بتاع VLAN 1 تمام؟ وعايز اي تاني؟ البروكست بتاع VLAN 20 هم عندو شوال اكذا تبع VLAN 20 صح؟ افرض بقى ان Switch 1 كن نكتب هنا ب Switch 3 و Switch 3 كان فعلا عليه اكذا تبع VLAN 20 يبقى ساعتها Switch 3 هيطلب البروكست بتاع VLAN 20 من Switch 1 و Switch 1 هيطلبه من Switch 2 فبالتالي Switch 2 هيبعث له كمان البروكست بتاع VLAN 20 والعملية برضه متبادلة Switch 1 نفس الكلام هيسأل Switch 2 عايز مني ايه ف Switch 2 هيطلب منه البروكست بتاع VLAN 1 و هيطلب منه البروكست بتاع مين كمان؟ 20 صح؟ تمام؟ 20 كمان البروكست بتاع نأوم الأبلينك trunk ونأوم برتخول الفي تي بي switchport trunk encapsulation dot one q switchport مود trunk وبعد كده vtp في الدوميني اللي هنشتغل عليه قولنا c مسلا سيسكو عايز تشتغل برشان ما نققي عايز تشتغل برشان طوب الطيوب تمام اللي هنعمله السيناريو ده ان انا هكاريت على two switches vlanet عشرة تعالوا مسلا نعمل 10 و 20 و 30 لو جيت على switch ده to vlan brief 10 و 20 و 30 اتكاريت هون تمام وهاجي على switch الاولاني تعال بس ننغير كده اللي schema بقى بتاع اسميل interfaces عشان تبقى الدنيا اوضح معنا بس كده شوية قلنا تانية خلي هنا ايه عندي vlan 10 و 20 و 30 و طبعا vlan 1 اردي موجودة صح؟ وهاجي على switch ده و هاجي على switch ده الانترفيس اللي ما بينهم اسر 0 على 0 هخلي switch 1 عليه انترفيس 7 vlan 10 و انترفيس 7 vlan 20 ده اسر 0 over 1 و ده اسر 0 over 2 تمام الناحية التانية هخلي فيه عندي اسر 0 over 1 تبع vlan 10 و اسر 0 over 3 تبع vlan 30 تمام ده اللي هنعمله دلوقتي يلا الانترفيس الاولاني اسر 0 over 1 switch port mode access switch port access vlan 10 الانترفيس التاني اسر 0 over 2 switch port mode access switch port access vlan 20 و نروح على switch ده الانترفيس الاولاني اسر 0 over 1 switch port mode access switch port access vlan 10 و الانترفيس التاني اسر 0 over 3 switch port mode access switch port access vlan 30 تمام لو جيت على switch الاولاني ده قلت له شو vtb status حتى هذه اللحظة هيقول لي ان vtb حالته ايه disabled تمام عزين نعمله قبل ما نعمله enable صحيح لو جيت دلوقتي مستع ال switch دا قلت له شو interface strong تمام هيقول لي تلوقتي ال vlan allowed and active اللي هي اللي قريدي لها وجود ومسموح انها تعدي احنا قلنا بلي كده دا اللي هو مين ال الالاود اللي ننمش في ال uplink انما اللي تحت الالاود وف نفس الوقت ليه وجود vlan in spanning 3 forwarding state and do not pruned مش معمول له مين هي الفيلانات اللي مش معمول لها تمام انا على نفسي بصراحة مش بفضل للامر دا بفضل الامر تاني اللي هو show interface مسافة بروننج دا بالنسبالي بيبقى اوضح قال لي لغايد دلوقتي البروننج لسه مش اكتب فهنعمل ايه تيجي على اي سويتش فيهم سيرفر وتقول له vtb بروننج هتقول لي ايه شباب vtb بروننج to verify لو جيت على السويتش التاني وقتله show vtb status هلاقي ان البروننج بقى enabled على ال to switch بقى enabled على مين يبقى مش شرط تعمل البروننج على كل اي واحد سربل وخلص من ديه تمام طيب تعالوا نشوف هاي الفرق كده ايه فرق معي بقى لو قلتله دلوقتي show interface طب تعالوا نشوف interface strong زي ما قلتلكم انا مش بفضل دا قوي يعني قال لي ان ال villanet and not pruned تمام ايه 10 و 30 ركزنا على 10 و 30 تمام 10 فعلا انا عايزة البروكاست من جاريو 30 طب يا طرى عايزها مش عايزها لا انا مش بفضل للامر دا مش بيبقى وضح بالنسبالي الابرل بالنسبالي ايه show interface دا اوضح بالنسبالي نقرأ بقى كده vlan pruned for lake of request جاري مش طلب مني ايه 20 صح ما هو gary switch 2 ما عندوش ولا interface 7 vlan 20 طيب vlan traffic requested of neighbor انا طلبت من جاري ايه 10 و 20 طلبت من جاري ايه شباب لان فعلا عندي interface 7 vlanات 10 و 20 وطبعا واحد لي vlan واحد مش بينفع يتعمل لها برون vlan واحد ايه سواء vlan واحد او الف و اتنين لغات الف و خمسة طبعا خلاص قلنا نقارط وخلاص محدش بيشتغل به تمام؟ لو انت بقى تلوقتي عايز ان انت تمنع traffic أصا بتاع vlan واحد يبقى انت بتعدله عن طريق الـ 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 الكلام ده زي ما اتفقنا انا ما عملتش فيه حاجة جزت ان انا فعلت امر هم بيبدأوا ان هم يبعتوا اساسا request البعض تمام؟ ويشوف كل واحد نقصه ايه او عايز ايه؟ ولو جيت على الـ الـ شو انترفيس بروننج تمام؟ قللي vlan بروندو فورليك اوب ريكوست جاري مش عايز مني ايه؟ 30 طيب vlan traffic requested of neighbor انا طلبت منه 10 و 30 طلبت منه ايه يا شباب 10 و 30 طب افرد دلوقتي ان انت نزلت تحت الـ وعدلت في الـ الـ مين اللي هيتك افكت؟ الـ 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 طلب منه 10 لكن لو انت دلوقتي يجب في الـ 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 سيناريا ده كمان هاكترد دلوقتي ان انا عندي هنا سويتش 3 تمام؟ والسويتش 3 ده كان ياما ترانسفيراند سويتش المشكلة اللي هحكي فيها دلوقتي هتحصل إمتى لو سويتش التالت ده؟ لأن احنا لسه قليلين في أول اليوم النهاردة ان الروتقول بالضبط السيسكو برويداري اللي هيحصل بقى ان سويتش وان هيبدأ يبعت السويتش ثالاته اساسا من رجوست يسأله انت عايز مني ايه؟ سويتش ثالاته مش بيفهم الفيتي بيه فمش هيرد على سويتش وان مش هيرد على مين؟ سويتش وان وبالتالي سويتش وان هيفترض أنه هو عايز كل الفيلانات وبالتالي هيبعت ركوست لسويتش اتنين يقول له في واحد ورايا محتاج كل الفيلانات ابعتلي كل اللي عندك ابعتلي ايه؟ كل اللي عنده وطبعا واحد يبقى انا ما عملتش حاجة. كأن بالضبط عملت Disable للVTB Pro. يبقى انا كده ما عملتش حاجة. صح؟ طب والحل قدامك حل من الانترفيس. يا اما ان انت بقيدك تلعب في القلاود لست تشوف جارك محتاج منك ايه وتعدل في القلاود بس بقيدك؟ تمام؟ يا اما الحل التاني ان انت تعمل Disable لبروتوكول الVTB على مستوى الانترفيس. ايه ده هو ينفع؟ اه بس عالمين VTB version 3. بالنسبة للVTB version 3 ينفع ان انت تعمل Disable على مستوى الانترفيس. او ينفع ان انت تعمل Disable على مستوى الانترفيس. لكن بالنسبة للVTB version 1 و 2 ما قدامكش حل ايه ربط ايه؟ ان انت تلعب في القلاود لست. وارحة هنعمل ايه؟ تعالوا اون بقى السيناريو ده كده. هوصل هنا on manageable switch. اي switch on manageable. تمام؟ ووصل البورت ده. تعالوا نوصله مثلا باسر 3 على 3. تمام؟ واجي على الانترفيس. اسر 3 على 3 احوله لترانك. ؟ تشفورت ترانك تابسيي ديشن. تمام؟ لو جيت هنا وقت دلوقتي كده. تشفورت كده. حلو قدامه هنا شو انترفيس بروينيج. لان المفترض ان انا هطلب من جاري كل الفيلانات تاني لغاية ما يكونفرج سويتش ثلاثة مش هيرضع بكوست بتاع سويتش وان سويتش وان هيفترض انه عايز منه كل حاجة وبالتالي هيتلب من سويتش اتنين كل الفيلانات اللي عنده ها طلب ايه طلب ايه من سويتش اتنين عشرة وعشرين وثلاثين لانه مش عارف جاره عايز ايه وضحك؟ تمام نحل المشكلة دي ازاي قلنا يا تأمين لو انت كنت شغل برجان ثري تمام؟ ياما تنزل تحت الانترفيز بسر ثلاثة على ثلاثة تقوله نو بي تي بي تمام؟ او في حال تي هاقوله ايه؟ هلعب في الالاوت بس فتعلو نفترض بقى كده ان سويتش ثلاثة عنده مثلا الداتا بتاعت فيلانات هو كان في الوضع العادي طب بيطلب اين؟ سويتش 1 بيطلب من جاري واحد طبعا وعشرة وبيطلب منه عشرين تمام؟ طيب هفترض ان سويتش ثلاثة عنده فيلان عشرين بس يبقى معنى كده ان سويتش 1 مش هيطلب من سويتش اتنين فيلان ثلاثين يبقى هيتعدل تانى في الالاوت في ايه؟ في المتي بي بروننج تمام؟ يبقى نعمل الكلام ده كده هافترض ان انا هلعب في الالاوت لسه وهنا هاسمح قلنا تانى سويتش بورد ترانج اللاوت فيلان عشرين تمام؟ شوق انترفيز بروننج رجع تانى سويتش بتاعي فعلا طلب من سويتش اتنين عشرة وعشرين بس وطبعا واحد قلنا لازم كده كده ايه؟ فيلان واحد مش بتعملها بروننج ليه؟ لان جاري طلب مني عشرين بس جاري طلب مني ايه شباب؟ ببطرد ان هو طلب مني عشرين بس موضح الحل؟ تمام؟ فيه ايه اسئلة كده في البروننج؟ طيب ندخل بعد كده في اللي بعديه اللي هو بيتي بي برجان ثري كل المشاكل اللي تكلمنا عنها دلوقتي اساسا كل المشاكل اللي تكلمنا عنها دلوقتي اساسا في الناسبة البرجان وان وطو هتتحل عندي برجان ثري موضح الحل تمام؟ هنا بقى عشان ان انت تتعدل البرجان هتيجي على البرجان ثري هنا برجان ثري مش هيرفع وان وطو انت اللي لازم تعمل هاربوكود للتو سويتش من هما يشتغلوا ايه؟ فهجي انا اقول له فيتي بي البرجان اللي انا هشتغل بي ثري على التو سويتش على مين؟ التو سويتش تمام؟ فيتي بي برجان ثري بيحصل الليكشن لسويتش واحد بس بنقول عليه البرائماري سيربر وبقيت السويتشات بنقول عليها السويتش سيربر تمام؟ السويتش سيربر اقدر ان انا اتعمل معاك انه القليم بrage في البرجان مش هيرفع ان انا كاريت علي بيلانات version 1 و 2 كنت بتكردي في البرجان ثري على اي واحد ثري ان انا هيتبقى عندي Primary Server واحد بس دا اللي تقدر تكاريت عليه البرجان. بقيت السويتش تمام؟ في شوية مميزات كمان في اليوجان ثري بينقلي على الكون بيجريشن بتاعت كل انواع البرجان ثري سواء Extended VLAN تذكرين ال Extended VLAN؟ بالنسبة لل Extended VLAN في version 1 و 2 ما كانش بينقلها ولا كان يلفع اصلا ان تتكاريت اي Extended VLAN إلا لما اصلا تحاول ال Switch لترانسبيرات ده كان ايام 12.4 لغاية iOS 12.4 ال Switch بتاعت لو كنت كاريت عليه اي VLAN نوحة Extended لان بيديك error يقولك حولهولي الاول ايه؟ لترانسبيرات وحتى لو بعد ما تحاوله لترانسبيرات مش بينقل ال Extended VLAN انما ابتدأ من iOS 15 بقى ينفع ان تتكاريت ال Extended VLAN ولو شغلت بروتوكول VTB version 3 بينقل ال VLANات دي مش بس كده بين الانواع تانية من ال VLANات اصلا زي مثلا بروتوكول ال MST لسا هناخده بإذن الله الملتو بلسان نجتري بروتوكول Configuration تعته كتير شوية ورخمة شوية فبادل ما اضطر ان انا اروح على كل ال Switchات اعملها ب ايدي لا افعل بروتوكول VTB version 3 هو هينقل ال Configuration تمام؟ في انواع تانية كمان من ال VLANات بين ال Configuration بتاعتها تمام؟ فدي كلها مميزات في version 3 طيب يا طرى مين دلوقتي الساسا ال Primary Server لازم انت تحدده بإيدك مش بيحصل election لي لازم انت ايه تحدده بإيدك فلو انا قلت له دلوقتي شو interface بيتي بي مسافة status تمام؟ قال لي ان احنا شغلين دلوقتي version 3 ال Device ID ده المك بتاع السويتش بتاعي تمام؟ انما هنا بيقولين مين ال Primary Server بالنسبة لبرتوكول VLAN؟ مين هو؟ مش معروف تمام؟ بروتوكول زي ما اتفقنا ال VTB version 3 بيستبرت كمان ان انت تنقل عن طريق configuration بتاع بروتوكول multiple spanning 3 وعملين حسابهم كمان في ال unknown عاملين حسابهم في ايه؟ ال unknown يعني اي application بعد كده يسهر برضو عاملين حسابهم ايه؟ ال configuration دي واضحة؟ طيب انت بقى بإيدك دايما اتفقنا لازم تحدد مين هو Primary Server ال configuration بتاعتي VTB version 3 جزء منها بيتعامل في ال configuration mode وجزء تاني بيتعامل في ال enable mode فهنتيجي في ال enable mode تقوله ال VTB تمام؟ Primary Server مين هو؟ بالنسبة لاني application بالنسبة للابليكيشن بالنسبة للابليكيشن تاع ال VLAN ولا الملطب ال standing 3 انا في حاجة اقوله بالنسبة لمين؟ ال VLAN تمام؟ بيدور دلوقتي ان كان في Primary Server فتا سور كده اولا لا لأ confirmation ولم نقل سورة وين إطلع لي السورة لقى ال two switches يقول دايما سورة وين يقول دايما اللي أخره 100 بتاع سورة 1 يقولي انسورة وين يقفى؟ بقي ال primary server شو VTB status بقى فعلا هو ده primary server تمام وساعتها اقدر ان انا كاريت عليه سي مثلا اي VLAN سي مثلا تعالوا نكاريت VLAN 3000 لو جيت هنا عالسويتش ده ده اكستندد اهو صح شو VLAN بريف 3000 فعلا ان اتنقلت ولا لا اقلت ايه ده هون الاكستندد VLAN طب لو انت جيت دلوقتي على الساكندري سويتش وجيت كاريت عليه VLAN خمسة قال لي ايه لان ده دلوقتي ساكندري سيربر شو VTB status قال لي ان هو ايه سيربر بس ده الا اي دي بتاعي ده المك بتاعي مين البرائماري بتاع سويتش 1 يبقى معروف ساعتا ان انا مين ساكندري سيربر تمام طب ينفع ان انا اخليه دلوقتي بريماري سيربر اه هتيجي هنا تقول له VTB البرائماري بالنسبة لانهي أبليكيشن ال VLAN لو ضغطت ENTER المفترض ان انا عندي واحد ورغم كده هيقول لي NO CONFLICT ويديني option ان انا اضغط ENTER لما يقول لي CONFIRM ام نوت شور ليه عاملين هكده يعني ديبوج في السيستم ولا ايه ام نوت شور توقعي انا الشخصي انه مثلا كان يقول لي ان هو لقى واحد ايه بريماري لقى واحد ايه بريماري فيقول لي عالقل ان في واحد بريماري لكن مجرد ما اقول له CONFIRM هيطلع لي سيستلو جعد 2SWITCHES ان اللي هو للمدين ده اللي رقم 2 ده ايه هو ده بقى البرائماري سيربر تمام حمتية بس بكده لو انا جيت الوقت يقول له هنا انت البرائماري بالنسبة للابليكيشن بتاع VLAN قلت له هنا الاوبشن بتاع فرس تمام كاني بالضبط اضغط انتر لما يقول لي CONFIRM كاني بالضبط ايه مش هو في العادي بيفضل يتشك وبعد كده يديني اوبشن نضغط انتر لا هو هنا اللي حصل كاني بالضبط اضغط انتر مرحبت؟ طيب معنى كده ان السويتش اللي قدامي ده ممكن يلعب اكتر من وظيفة على حسب انت مشغل برضخود البيتي بي معيني بالنسبة دلوقتي للفيلا نت هو شغال البرائماري بالنسبة للفيلا نت هو شغال ايه؟ البرائماري سيربور بالنسبة لمالتبول اسلامي في تريه حتى هذي اللحظة هو شغال ترانسفيران بالنسبة للانون شغال ترانسفيران صلى قصده ان السويتش يبلعب اكتر من وظيفة على حسب الابليكيشن اللي انت مشغله مع بروتوكول البيتي بي تمام؟ هنت كمان بالنسبة للباستورد الباستورد اساسا ممكن ان انت تشفره الباستورد بتاع بروتوكول البيتي بي كان كلير تيكست برشان وانو تو هنا ينفع ان انت ايه؟ تشفره تمام؟ فأتيجي هنا تقوله بي تي بي باستورد سي مثلا الباستورد واحد اثنين ثلاثة لو انا ضغطت انتر يبقى انا كده مش عملت حاجة يبقى انا كده شغالة كلير تيكست لو انا عايزة اشفره هقول له هده هقول له ايه شباب؟ هده تمام؟ بص كده لو قلت له شو بي تي بي باستورد متشوف فرصة؟ واضحة؟ امال ايه سيكورت دي بقى؟ سيكورت دي معناها ان انت لو هتكتب الامر معايا كده؟ سيكورت هنا هيدي الروت ليه؟ متوقع ان انت مش تحطيلي الباستورد متوقع ان انت تحطيلي الاثنين وثلاثين كاركتر اللي هو نتيجة التشيير اللي هم مين يا شباب؟ نتيجة التشيير تعالوا نعمل نفس الكلام كده على سويتش اتنين حتى هزيد لحظة سويتش وان هو البرايماري فرر صح؟ فلو جيت على سويتش التاني وقلت له هنا بي تي بي باستورد اكيد طبعا نفس الباستورد وما ينفعش واحد يبقى كلير تيكست والتاني متشوفر لازم الاثنين يستخدموا نفس المود تمام؟ نطر ان لقينا انا حطيت دلوقتي باستورد فلو بيت على سويتش ده قلت له خليك امتى البرايماري طالما انا حط على سويتش بتاعي باستورد هيطلق مني باستورد هيطلق مني يا شباب باستورد تمام كده؟ ماذا؟ 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 BE